على مدى أسبوع تشن ميليشيا الحوثي هجوماً واسعاً على مواقع الجيش الوطني بجبهة السرواح في محافظة مارب الهجوم نفذ على محاور عدة من مجزر وهيلان شمالاً حتى قانية بين مارب والبيضاء جنوباً مروراً بصلب والمخترى غرباً أحرزت فيه الميليشيات تقدماً في بعض المواقع قبل أن تستعيدها قوة الشرعية بعد ذلك تحولت معركة الشرعية والتحالف ضد ميليشيا الحوثي من مربع الهجوم إلى الدفاع بل أصبحت ميليشيا الحوثي هي من تتقدم عسكرياً على الأرض كما حصل مؤخراً في الجوف ونهو غيرها بعد السيطرة على الجوف أصبح الحوثيون يحيطون بمدينة مارب شمالاً عبر محافظة الجوف وغرباً من منطقة سرواح التي تدور فيها المواجهة حالياً وجنوباً غربي المدينة عبر منطقة قانية التابعة لمحافظة البيضاء ليبدو الهدف القادم واضحاً تماماً مارب وهي المحافظة التي أوقفت الزحف الأول للحوثيين قبل خمسة أعوام وأصبحت بعد ذلك مقراً لقيادة الجيش ومركزاً متقدماً في معركة إسقاط الانقلاب المصادر الميدانية تؤكد دخول قبائل مارب في خط المواجهة مع الحوثيين فيما تقول المصادر أيضاً أن التحالف يرفض حتى الآن دعم الجيش بالعتاد الثقيل الذي يمكن مارب من كسر أي هجوم للميليشيا مكتفياً بضربات جوية بين حين وآخر يتعامل وقادة الجيش في مارب مع المعارك التي اندلعت مؤخراً وكأن القرار هو قرار الرياض فهي وحدها من تحدد مصير مناطق سيطرة الشرعية فإذا كانت هناك تفاهمات بينها وبين الحوثيين بشأن تسيل سيطرتهم على ما تبقى من مناطق الشمال كما يقول مراقبون فإن ذلك سيتحقق في ظل حالة الاستلاب التام للقيادات السياسية والعسكرية ورغم غياب الرئيس ونائبه ورئيس وزرائه يرهن البعض على قيادة مارب والقيادة الميدانية في جيش الشرعية لإعادة تجربة العام 2015 وكسر زحف الميليشيا الثاني على المحافظة واستعادة ما فقدته الشرعية من مناطق خلال الشهرين الماضيين لكن تدخلات المشهد الإقليمي والدولي وتعقيدات الوضع الداخلي للشرعية قد تجعل من هذه المهمة أمراً بالغة الصعوبة